الشيخ السلام عليكم و أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة و أستاذة المشاهدين قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا زي ما تعودنا السؤال الخاص بصيام و شهر رمضان المبارك ناس كتير جدا ممكن يكون مريضة ممكن يكون عندها عزر ممكن يكون على سفر يعني في أسباب كتيرة لأنه ممكن يفطر شهر رمضان الأيام دي ناس بتقول الكفارة نطلعها قبل يعني ما يجي علينا شهر رمضان مباشرة ولا أثناء شهر رمضان نطلع اليوم بيومه ولا نطلع عدد الأيام كلها مع بعضها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه طبعا إذا دخل رمضان جاز إن احنا نخرج الكفارة قبل رمضان يبقى كده لم يجي بالصيام بعد فما ينفعش قبل رمضان لكن من أول يوم في رمضان ينفع نخرج الكفارة نخرجها يوم بيوم جائز نخرجها كلها على بعضها في الأول جائز نخرجها كلها على بعضها في الآخر جائز نخرجها اكل مطهو يعني حاجات مستوية كده للفقراء والمساكين جائز نخرجها اشياء جافة جائز نخرجها فلوس جائز وده مذهب امام ابو حنيفة اللي هنتعرف عليه بعد شوية طيب في ناس كتير بتقول انه انا مش هقدر ان انا طلع فلوس دلوقتي ظروفي المادية ما تسمحش دلوقتي لو جي عليها رمضان اللي بعده وما دفعتش ده بيبقى عليها زنب ولا هو في زنبتها يجب ان تبادر باخراجه بعد ما تمتلك فرضا حد فقير قال لي انا معيش فلوس اصلا فورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل عليه كفارة اعطاه يعني كمية بلح يوزعها على الفقراء فالراجل ده قال له يا رسول الله ده ما فيش افقر مني ومن ولادي ما بين لابتيها يعني جبلي المدينة الا حد افقر مني ومن ولادي فسيدنا النبي قال له اطعمه اهلا يعني اذا انفهم بانه الفقير الذي لا يملك مالا معفو عنه ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ويسمحه لكن ينبغي ان يكون لديه النية انه لنه ربنا يوسع عليه يسيد العلي على طول هيطلع العلي تمام ترجمة نانسي قنقر